أفاد مرسلنا في غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في محيط منازل المواطنين شرق حي الشجعية وتم إخلاء بعض المدارس جراء انتشار الغاز بكثافة حولها كما شيع عاميات الفلسطينيين في مدينة غزة جثمان الشهيد محمود حميدة الذي قتل مساء أمس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل روسيا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية وذكر موقع الحركة الإلكترونية الرسمية أن مشعل أجر اتصالا هاتفيا مع مسؤول روسي شرح خلاله تفاصيل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وطلب مشعل روسيا بالضغط على سلطات الاحتلال لحملها على وقف انتهاكاتها وممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته